ما تجيب نهية الكلام يا معلم أكين مش جايبني تضيفني وتهري في المهل ولا إيه؟ قابل مفهومية يا صلاح تا طبعا عارف ان عامل صاحبك معي صحيح ما سمعتش رأيك بس كنت قارف وشك انك مش راضي صح؟ تعالى في العيدل يا معلم واسيبك من وشي وكذفي والكلام دا عايز اللي ما نعق عني سيد الزيادة اللي كل التجار خدوها وفودة نسمر بقى خلاص المهضوب عليك وعقلك بقى رساك اننا اللي هسلك هاي انا مبجورش على حد وبعدين المصلحة واحدة وانا معك اللي انت شايدة رسيني ورسيك ممالو هتدفع ايه بقى ولا تدينيه؟ النسبة ولا عمولة؟ زي بقى انت شايدة قولي بس بتفكر في ايه؟ بفكر انه لولا في مطرحك والتحطيت عليك وخليت وشك الجميل دا زي الخرق المشالفاطئ الله ما تزبط يا لو تعقل كلامك انت هبت منك ولا ايه؟ لسه ما هبتش وده منبختك مش صلاح سلطان اللي تجيبه تلغيب قرشنا عشان يبيع شقيقه شقيقه؟ بقى مرت ايه يا خوي؟ كان مش هاركك في ملكه ومرسيك علي فيها تحيالله صاحبه يوم ما يغضب عليك حيتطوحك بطول دراعه يطوحني ملكش فيه شقايق وانحلها سوا يا تفكر لروحك انه قبل ما حصلتش يا فودة واقوعى تبعتلي التأمي عشان ما تزعلش مني وتتخنق من مسادي سلام انبي على قلبك لا تهدي روحك يا سياد موضو هرحب سهل يا اخويا وهيلة وهيتحلب على الله كل حاجة وليها اخر يا اخويا على اقولك يا نصرا كل حاجة وليها اخر حتى الحنية والمعزة اللي الواحد شيلهم للي منه وليهم اخر اصدق ايه يا اخويا؟ هتقس على اخواتك او لا ايه؟ انت شاف اللي اخوتك بعملو داي يستهلوا علي ايه؟ اخواتك هحصل لهم ايه؟ زي ما يكونوا قاصدين يدوسوا علي وهليكو قلبي ده الاولاد حرام مش هعملوا كده ايه يا لاوي يدولش على اخواتك كده يا سياد عاوزوا بالله مش شيطان رغزين اللي دخلوا بينا بس يا رب دخلوا ان كل واحد ماشي بمزاجه كل واحد ماشي في الدنيا بطوله عمال يطيع فيها ما يعرفوش انهم عاشين وسط حطان جدلوا ولا هيتلط منهم هيلطوا كله غراها طب اهتبس اهتب اخواتك طيبين وولاد حلل والله طب انا لولا العيبة كنت اقولك اني بحمد ربنا وبشكوره في كل صلبة على ان اخواتك مضربوش بفيو سابوك الحرام وانهم كانوا لسه خضر ولما يا اخويا انت حلت محل هاكلتهم بفلوسك الحلال ازاي بقى تقول عليهم كده نقيت واناصر سيكي عربية جديدة وحاتك لسه زيرو دي للبت اقاية كانت عايزة ديكو كلكم تخلصي شغلك ومشاويلك بدل التاكسيات والمرضة وبعد ما تخلصي اللي احتاجة منه وبياخده وليه التكلفة دي يا اخويا بس وجبت فلوسها يا اخويا مني مش تكلفة لحاجة اصل انا مسكت نايت كله وبدخل لي فلوس كويسة كل شهر بجد يا اخويا بجد بجد بعدين دي بلوسط مش حاجة يعني روح الهي سعيدك ويرزقك قدر كريمي يا سيد يا ابن حوى وقيدك خد يا راح ابدعيلي انا مهلك علي يا اخو راح ابغى البالي تعالي يا بيتنا غصي غصي عدلة معكو يا راح انا عارفة ان انا اي حاجة هقولها مش هتصلح ولا هتخير اللي حصل بس هعمل ايه كان نفسي يعمل حاجة كويسة لنفسي والدنيتي مجاش في بالي ان كل ده هيجرم وملجف بالك ايه كنت فاكرة انت هتعمل مصيبة وهتعدي عادي كده مشي جي تتكلمت معك ايه قلتلك مالك رحام قلتلك مفيش يا سيد عند الصاوعة تتلف ودري علي حصل ايه في الاخر ايه طبت فوق دماغك وناما يا سيد ما كنت اقصد دي مصيبة اكبر يا بوك تحترق بيهم وقعوك يا راحبا طب ليه قلتلك الدنيا دي عايز اللي بعمل معا بغبايا وانت مش هتعرف تعملي كده رحال ما عوزتش منها اللي حقي كان نفسي اشتغل في اللي بحبه وفهمه وطلعت فهمها انت طلعت مش فهم عاجة خلص الدنيا دي لي عسى بدغر اللي في دماغك الدنيا دي عامل زد طحول اللي بيجي لحتيها بطفله وهم فرموك معا يا رحال نصيب يا سيد اعمل ايه عشان خطري ما تزعلش مني انا خلص بجرد ما بقتش مستحمله انا بزعل مني كرحال انا سعلان من نفسي عارفة ليه عشان سيبت كل واحد فيكم يمش على مزاجه لحد ما فرضتوا مني ومش عارفة للموك وعشان اموكم تالي لازم اقسى عليكم انا طلعوا مني حاجة غابابتي عن اموكم وعني كنتي بزايا عشان بحبك اشان تقاطي بواحدة فينا ورحمة ابوك وامك حقك علي هنتلمي كلنا يا اخوة هنتلمي ونسمع كلامنا بس ملاش اسودك دي ده انا ماليش في الدنيا دي غير حمياتك يا سيد حقك علي يا سيد خلاص يا رحاق يبا روح دلوقتي استعد بالله ايمان ما تخليش العفاريت تتنطط في الراسي انا ما عنديش عزيز يما خفت انا منك كده يا سيد المعلمين طب وحيات ده وايلا يبقى على ذكر بشنبات ما انا مجورك في فرشة واحدة بعد اللي عملته يا سلطان وهنا اللي عملتها بانتصار ما ولا الحكومة وبعدين ما اخوك اللي جابه لنافسك اه لو النابي مش انت اللي بلغت عنه مش وزيت علي بوز الاخص نبيه عشان يحطه بحديد واحنا لبسناه وانت ماهو كله على يدك اخوك ما سابش نافر في الجمهورية ما انا سابش عليه حتى انا نسيبه وكلني الحلاوة وكان عايز يشايلني وساخته بداله انا بعتب عليك ليه من قطله قدام اللي زيك ما صانش العش والملح هيحوها في كلام ولا محايا؟ تاني هنا في امارة وقت العيل وراح على في الله لو حاطنك والسلطان اللي حيتاخد منه ضلاط وغضبت نشوها وانت فاكرني اخيها هقامك على الواد بعد اللي عملته نا انت خليت سمعت امه على كل لسان وانا لسه بعافيتي امال هتعمل في الواد الغالبان اللي لا حاول لي ولا قوة ورحمد ابوي قبط هيا كلمة وملهاش كمال امان هلقى التلقى بالتلاتة لو خرجت من العتبة دي ما انت رجعها ديني وانا ما تهتش يا فلطان ارمي يا اخوي حلفانك في عبك وعمل ما بدالك انا مش مقطوعة بتمي مفتوحي طب اسمعي بقى ابنت امك انا كهن النسوان دا ما يخلش علي وقصة انا رايحة عن دمي ومش هيرجع لما يجي راضيني ومدام العيل فحوضني ما حيجع لما لو انتو لا ما تخصنيش الحكاية دي وخد بالك لو خرجتي لا حرجعك ولح خليك تشوف ابنت تاني ولو ودانك دي مش مصدق اللي اسمعوا خلي عليك تبص على المصلاح كان لي اعمل مأز عدك عشر مرات ولما قفني المزاجي شوفت غيرها وكانوا عبلك يا امان كبيرك معايا كباية شاي هنزل اسرابها عليها ووقع هلاقيك مرمية في حرتياتك زكا واري مستنياني وطالما السماح وإلا قاسما بالله العظيم لوارليك ايام عمرك ما شفتيها ايمان يا الله غوري ما تجيب نهايتها يا معلم وتقول عايز ايه؟ حاكم انا راسي مش متحملة وما عنديش حلل من اهدا شوف هاست مصر عالدغري كده انا طلبك في الحاليال ومستني منك الامر عشان افتح اخوك قلت ايه؟ جرأ ايه رجل منك لي انتوا فاكريني ايه؟ رمية كل واحد ما عادي يقول لما نطلع على المنين اللي عايش على واحدها اللي فوق دي يمكن نميل دماغها ولا نشتري ساعدتها بكلمتين ساعدتها ما تساويش عندي كلمتين يتساوي تقلها دهب مهركة ستة ستات وعاط الله حد قد تقلها دهب بس بس يا جدا عندها متى النهاج انا خلاص حلت روحي من موضوع الجواز ده خاصة وبالمفتشر كده لو حفظت وحدي بقى في حياتي على سنة اللي خلقك مش هيبقى لما اغزة تاجر مخدراتك ولا سوابك اه اه يا خويا سهر هتقول لي حشا لله ده كلام الناس وكده يعني هCC هــــو هــــــه كلام الناس في محلو اه محسوبك تاجر مخدراته ومكبرات قوي كمان zk لو لك لズاست الجل كنت опасهالك في البطاقة والباسبور بس أنا مكتش فاهم ان دي شيء ذا ساها لك مش هيبوكي برضه وربنا يفوقي سجنه كان تاجرى مخدراته واخوكي ربنا يخليهولي اشتاج المخدرات برضو فين العبارة بقى ها؟ انت بتقولي يا لوز اخوكي لا بصول لسانك عن العيد بس تناصرة انا بقول حتى ربنا ولو مش مصدقاني هو عندي تسأليه شوف يا ست السدات قلبيها في المارك وانا راه نتطلب الاشارة بس وانتي بتقلبيها موزيني حجم الرب اللي بتطلب رضاكي سلام يا بنت الوصول انت يا لا انت هو انت بعانك فين؟ يا باشا وربنا ما اخدناه يا دي انت 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 هو ورحمنا بسكو والله ما نعرف عنه اي حاجة باشا تمام تمام الصبح هتروحوا معتاق للود الجديد وهناك هتقولوا احلى كلاما مغاولي امورنا باشا انفراط الغد الصبح قلهم تحت عمرك باشا قدامنا انت هو قدامنا بتقول بلاوي وميومتة فوضة لي كلام معاكي كان بيقولك ايه؟ أبدا يا اخوي أبدا يا اخوي ايه؟ كان بيقولك ايه يا اخوي اهم كلمتين برو عتب بيحق نفسه على اللي عمله صبيه في عمر ابن قطر خيره قطر خيره؟ ومن إيمة الخير بيجمل ورفوه ده؟ بعدين مش حمده صبيه وفرقه؟ ولا هو العشم واكل قوي عشان يدخل نفسه في اللي مالوش فيه؟ ما تهدأ على الأقل فاكر حبيبه اللي فرقه مش زي ناس مشين في سكة لوحدهم ونسين حبيبهم واللي فعبهم كأنك كده الكلمتين للهملي في الكمبران الأصول أصوله يا سايد واللي بيمشي دغري وما بيجدبش بقى أولها يلاقوي في الزمن ده طيما تجيل انت بقى في الدغري عشان سكة كلامك كده مش عاجبينك قولها يا سايد ما فيها حاجة بس هو أقلب علي المواجب فكرني يوم عمر التاخد لا يمكن تنسك كلامك اللي هملك دور وأنا عن نفسي أحرمه الده أنسى ياري تقدر كانش قلب يتواجه براك أنك جيت بالسلام هروح أحضرلك لقمة كله ترجمة نسيك لماذا أبكر عن لي غيرك يا سيد؟ لماذا أبصش على حولها بطريقتك أنت أفهمه؟ لي مش ناشف عالدنيا زيك؟ وصلت لي يا حمد؟ وصلت أن أنا لازم أقبلني زي ما أنا وأنت كمان لازم تقبلني زي ما أنا أنت مش عشان ربتنا يا سيدة هبعجبك في كل حاجة أنت جايز تكون شايف نهبل ولا بسيط ولا سازق؟ عين كانت شايفني إزاي؟ بس أنا مش هكي يتغير كده فجأة من يوم وليلة طب لو ما أنت شايف كده؟ جاي لي دلوقتي ليه؟ عشان تسامحني يا سيدة ما عارف أن أنا مش الأخ اللي أنت تمنينك ولا الكدف اللي أنت ممكن تميل عليه وقت ما تحوز بس هو الله العظيم بحبك يا سيدة ياضي أنت مش خياء بس أنت أبني أبوك سلمك ليه يا وقال لي عايز يطلع راجل تيجي أنت بالسهل تدوس على كل ده عشان خطر بطة طب ليه؟ عشان حبتها يا سيدة حبتها جوازي من بطة ده الحاجة الوحيدة اللي حسيتني بأمني حسيتني إن أنا مش محتاجك في حاجة ولا محتاجة أخد رأيك وحتى يا أخي آه يا غيري بس جايز لو هيكت في ظروف تانية كان بقيت حاجة تشرف يا أحمد تفهمني بطة دي تصعب عليك تعطف عليها سعيدها إنما تتجوزها لأ سايدة يا بنسمع لو جاي فعلا نخاف على زعري وعايز ترضيلي البت دي لازم تطلبها بس أنا عمري ما تدخلت في حياتك يا ساي عشان عمرك ما تدخلت في حياته أنا هدخلك فيه وعمرك سألت نفسك إنها سبتميسة ليه؟ بعميسة دي يا ربيت على أيدي بت جدعة والحريم اللي في ظهر رجالتها بجد بحاجة كده شب أمك لو لسه في إجر بيت ما بتنش كلمة الرجالة طل غلط قبل الصح بس مرة واحدة حرمت وقالت لأي بات الكلام أهي بطة دي بقى لشاب مترحت أمك وعلى طلت ضفر ميسة إلى اللعب مدتنا بخلسين أيها عيلة لسنا ستطال على الأصلاقين ومشة التواري تاني ما انتك ما تستنى يا صلاح انت ايه دخلك بشغل يا أصلا؟ دخل اللي قصود من حق اتكلم معاكة اللي عوضه في اي وقت ويقض اي حد طب قول اي حد ده بقى لما يشوفك وانت قعد بتفكي بتقول اي سلام يقول اللي يقولي امني الناس على كلامهم شون ما ستك لانا قلت لهم فقرحة من اللي قالوها هيجليت مرة دعيان خايف كلهم كانوا وقفتين وانت شفت صح ولا مصرح هي القعدك ازاي ازببت أصلا وديك شفت انا بتعام مع امس ده وبتكلم مع امس ده وبعلى على الهابة اللي بيقوليه من قبل متى تيجو بتتكلم معايا انا غيره مقايا تهبشي كل انت عزاب راحتك بس صلاح لأ صلاح اللي يحبك لأ ماشي خالص يا صلاح متعرضهول هو اليوم جاي باخره الواحدة وعلى فكرة بقى لو مدايقك قوي كده جاريت بلاش تيجو دار معايا تاني وانا بشتع هيبقى احسن ده مايباي احتفال شرفت يا ست البنات جرائبت رايحها جايه علا حل شعرك ايه كل يوم ترجح بعد مصirdين مش مستعنية اي حد في البيت ده طب والله العظيم انا حيش اخوكي عنك بالعافية يا دنيا اوه هنفتح الموضوع ده تاني ليه بس يا جماعة ده شو وبعدين سلاح بيجبني وبيوديني يعني عايزين ايه تاني قصدك الدلدول اللي بتسعى بيه علشان تسدي بقى انا مش كده ايوه هو كده فعلا يا بيت يا بيت الواد متعلق بيك ومتعلق بيك جامد مش شايف اللي احنا شايفين عشان كده عارفة تخلي يروح خيلي معاك زي ما انتي عايزة بلك لا بحس ولا دري ولا خنبير هيخلي وقعتك سودة وياخد باله من ايه وان انتو شايفينه اصلا شايفين انك عاملة كوبر يا اختي والجدع مستاني لاجلي ما تنبقوا مع بعض واحنا كلنا عارفين ان انتو مش هتبقوا البحض وايه بقى لا خلي مش هيحصل ان شاء الله لا انك انت مش عايزة اساسا يا بيت يا بتحلي من الموضوع بقبل ما يتعلق بيك اكتر من كده والوادي يعني قلبه ينكسر سلام يتقلبه يا نصر ايوة دريانة وانتي فالحلة في الدرياءة وانتي دريانة بحاجة لما لوحد تبقى فرحة وقلتها شايفها انت عالق بي وتروح مين بينكسر والكسرة بتوجع وانتي بقى كده تبقى خايفة علي ولا علي طبعا خايفة عليك يا هابي جدع زيسة واحدة لما يحس انه هو مكسر بسببك انتي هيكرهك وحيبوك اسمه في وجدك انت فهمها مش هي اولي يا نصر هبدا رسدها ما هتعب انا بقى وعوزاني رب لايك في كشرة نفسي يعني ايه البضاعة دي مش بتاعبك انا متأكدة من اللي انا بقولك وانا بقولك مفيش بضاعة بتطلع من تحت ايدي غير ما بعرف ارضياء فين يبقى البضاعة دي خرجت من غير معرفك وده اسوأ مفيش حد من رجالتي يستجري عمالها معايا لا حصل ارض السجادة منشية منع دي مناطق متعتشرة وده بالاتفاق مع الاجهزة ما ينزلهاش اي حاجة جيت حضرتك مموتها البساطة فتحت الحنافية ونزلت لهم كل حاجة وبقى شكلنا صغير خليت شكلنا بايخ مين اللي شكله بايخ مقولتلك ما حصلش حصله وروح شوف مين بيلعب من وراك بيلعب من ورا دهريك ده لو كنتش لخو حاي غلطة زي دي ما تتكررش تاني تحلوا كل مشاكلة انشاء الله حتى تموت كل رجالك مين منيش واقع بعدك هتشكك في اي معلومة انا بقولي وانتي مفعش تتكلم معي كده تاني انت عارف ان انا لو شلت ايدي من السوق هيفرض مش عرفت لموه انت فاهموا ولا لا؟ انا اسف مقصدش دي لكن حين ما عطي وحش هم يقولوا حاجة وبتوع الحي يقولوا حاجة ومحدش عارف حاجة في ايه يا ناصر انت ياختي وكلة سجد الحنك ماته يفتدي دي معي كده في الحوار في ايه؟ مخرست بيتاجر في الحرام من انتي ده كلام تقولي على أخوك يا ناصر يا بيت بلاش لها وعلى حريم ده ما تعمليش نفسك متاخدة ومش عارفة حاجة انت تعرفي عنه المر قبل وحيد انت تعرفي عن سيد كل حاجة مين اللي قالك؟ مش مهم مين اللي قالي الليلة ليلة اللي ما قاليش عارفة ان ايده بتعصف الحرام وبيأكلنا منه وسكتا ما تلزقهاش فيه يا ناصر اه هو اللي اختاري امشك السكة دي وانا حاولت ارده ما عرفتش وبرضو ما اقدرش ارسكي على الحوار اخس عليك اخس قد حتليك دي قد تكسر يوسر كل اللي حواليه في عبك وتو بتخبيه تداري اللي يهدي بتجدله لا بقى ده ميرديش ربنا انا حاولت ارده عن الطريق ده بس ما عرفتش واخرة المتمة قطع كل اللي بني وبينه سبني بعد كل السنين دي يا ناصر تستهلي انت شرمت انا فيه يا ناصر طب يا اختي قولي كل اللي انت عايزة تقوليه بس انت سبقتيني قبلها خبتي علينا موضوع عبد الحليم عشان كنت بتحبيه وانا بحب سيدي يعني اللي انه وقعت فيه انت وقعت فيه قبلي بس اللي قزينا حاجة واحدة بس قلبينا على اللي بنحبوه انا لما خببت ما قزيت شغل نفسي لكن انت لما خببتي قزيتي كل يا ناصر عشر سنين كل يوم بيعدي علي فيهم كاما عمري انا متزلش ولا هو نفي كل صنف مع الميلاد هيبعد لسريطان انا عشان يفكر عشان يوجعني فكل ينزي طيب انا مش فيهم وبيعمل كده ليه اوه زي وزيك انتو اللي تنخسرتوها انا انا اللي قزيتها انا انا اللي قزيتها آه ماتلت 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 بنتك اربعة واحد عشر الفين وخمسة اهم تريح في حياتي تفرجت عليها وهي بتموت اصهاتي عملت لها اي حياتي موخية كان مشلولاً من المخدراتي وكنت حسني في عالم تاني ما ساعتهاش حطني وديها المستشفى وطرقت عليها وهمت المساطين وسبتها انا مش عارف اقولك ايه قلني اني قتلتيها زي ما هو بيقولنها لي كل سنة ليه حق في كل اللي هو بيعمله معي ليه حق يعذبني ويفكرني يفكرني اني كنت السبب في اني دمرت حياته انسى انا دمرت حياتي انا كمان اعمله بيدي بيدي يا منك وحشتني وحشتني اوي اوي وحشتني بس بس مالك يا نصرة في ايه؟ نصرة مالك لا يا اختي مفيش حاجة لا يا اختي مفيش حاجة ازاي؟ وانتي سرحانة كده في ايه؟ فيش حاجة حبيبتي طب هاتي البتاة دي اكملها انتي سرحانة اصلا ومش مركزة خد يا اختي انا ها امر يا حضاري انا تعبين براحتك يا حبيبتي مالك مالك سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وزاكي وعليكم السلام ورحمة الله وزاكي يا حبيبتي يعني بتكلم بكل حاجة تفس الشباب اما تستنى با اسماعه واختي في هتقولي عالي ما هو كله بقول ما فرقتش بقا ألو عمدالي صحفيتي الفضائح الشطرة أستاذ معتز هم مدي تعرف المجرية هزاقوكي عليها وأحاوليك يعملي الشغل وقعيه شكده برضه أستاذ معتز هزا حدتك فهمي الموضوع غلط أنا عايزه أشرح لحضرتك بس انتغل البناء أوي ملي زاك عليها بس أنا معرفش حاجة وما حدش قال لي أعمل أي حاجة أنا أسفى أسفى والله ورحمة أم لغيّعك أخليك تندمي على اللحظة اللي نزلت تأميني فيها في المشكلة يا سيّ أنت مالك عامل حكاية ليه؟ إحنا مش متفقين مع بعض هنبضل السوق بالبضاعة وبعدك مش بتاعتك يا صلاح أنا اللي قول إمتى ندوس وإمتى نفارب ده ينزل فين ويتمينع عن مين مش قولنا الكلام ده ولا لا فيها صاحبنا بالراحة وأنا التلميذ والله وبعدين ما أنا عارف السوق وقري ميته واشي بس أنت اللي كنت أنا اللي إيه؟ أنا اللي عملت فيها معلم وباخد موعيد من وراء ظهر اللي مش أخلني موعيد إيه؟ موعيد إيه؟ انفاجئة هوا صلاح إنت مش عندك بكرة معدمع فرغالي النجار؟ اسمع صلاح من هنا وراح ما تخطيش خطوة في السوق ده غلى مترية هتشغلي فيها على أساس إيه يا سيد وأنت كنت مترسلين على أي حاجة بتأملها؟ عشان ألم دورها وفهم يعرفوش غيري ومطرح ما يسيك ترسل عشان مصلح طعوم مفهم ولا لا؟ كده صلاح بيه؟ هي أصلا كده صلاح لو بلغنا أي عاكة عندك تاني هشيل منك وفض بالجامد بعلها طيب عايزة أنا يا معلم نزل بصراح نزل بصراح خوا فيها الحب نصر قفل على نفسها الباب وأنتي عادة هنا الوحدي خوا في حاجة حصلت ونا برا؟ فيها الحمال تعبانا يا حمال تعبانا قوي وخايف معتاز الكشف كلمني وهددي حاسة أني في كبوس أكبر بكتير من الزنب اللي عملته مين قالك لك عملت زنب واصل؟ ما ده اللي عمل أقوله النفسي بس شايف عكسه في عيون الناس كلها هيا با حد با با revis تكذب روحي وصدقو باcho إلي عملا مصيبة إلا خرج من Bjorn اتكلم بأن للفول حادية writers با بينما دخلك لم تقفل عامل أخر حتى اللي بيعملى غصب بعد übers بيحسون إنه قصب منخطط لها كمان ألا غلطيةما عارف ازاي؟ عارف إزاي؟ لما فكرة على ؟ غير رحابي اللي عيشها طول عملي فكرت اني لو غيرت شكلي وتعملت واتكلمت بطريقة فيها لوع هوصل لله ما عايزاني عارف؟ ده أنا حتى فكرت أقلت قاية أه؟ بقولها لك بصراحة بس طلعت زي ما معتز قالها لي بالزبط لالبقى أنا قوي كفاية بقى يا بحي بترحمي نفسي لا مش كفاية أنا غلطت ولازم أبقى فاهمة ده كويس قوي عشان أستوعب اللي هيحصل بعد كده مش هحصل لك حاجة بعد كده احنا جملك هو متخفلش يا حمد دي مش خناقة في الحرب وخريست هينزلي للمهن أنا عارفة انها مصيبة تقيلة بحيش إن شاء الله مش أحصل حاجة سمعنا يا فودة أنا أخوة اللجأة السمر معك ولجأة رزيك وترزيني ناصرة بنت جاد الله تبعد عن سكتها أحسن لك يبقى أنت وصل لك غارة دي منها شوف يا سلطان اللي أنت جاي تعرق وخطوتي عن سكتها دي دخل الدماء وبحيششت خلاص واني لما أرزع ما جاي في الدور واني على الحلال حلال يا أبو حلال إنت ده بزكاة هي صدقة الكلمتين الحمضاني مدول ده فكرة مدول يخشوا علي لانت تجاوز ناصرة عشان تكسر بها أخوة هااا TERK Fu هاردت ها ازاي دي بقى يا سيد البعلِّمون كرامة للنبي بنوارني كرامة للنبي لنوارك ما هي ناصرة أصلها مش هتابل بواحد زيك زماته له لمقاخزة منطوطة مضروب فيها عدم المقاخزة متلفك ومنة تعمل إيه بقى؟ تقلبها على خوة وتفهمها انه شغال في الحرام عشان لما تطول بعيد علم يستلقفها التاني مش كده يا كده قارت الليلة نصرة مراح يتلقش علشان تاخد رأيك وشور عليها معلمة نصرة باخت فيه كلابساتة كلك وخارزت ومش بقيت كما انت كن علمت عليك عشان كنت عارف وخب نصرة بنت جادلة بنتي ورحمة الغليين ما حتمس منها شهران لا بالحلال ولا مغيرو يا رجل اختشي قام الكرامة لابوها عيد طب بس بس تركبش دهر الجدعانة قوي كده بنتك كرامة لابوها مش حال ما انت اللي ببلغ عنه بسلك نفسك بسلك نفسك انت برى الجدين انت بضع يعتبون زمان اعتبرني يا اخي بصلح اللي انت باواصل ستان يا سلطان انا بمدي ايدي لنصرة عشان عوضها على الحنان الضوء صاح انت صاح يا فوضة انا فعلا عملت كده في صاحب واقلها انت بقى مخق ليعمل كده في صاحب ممكن يعمل لي في عدو فكر بالاسد يا استاذ عدل انت لازم تتصرف ده كلمني وهددني انا مكنتش عارفة ان كل ده هيحصل وان كل ده هيجي على دماغ انا هو ايه اللي جرى يعني يا رحال ايه اللي جرى ما ده رد فعلي طبيعي ومتوقع يا مام الله واحد اتدحك عليه ولقى نفسه مفضوح قدام البلد كلها لازم يتصرف بالشكل ده ايوا بس حضرتك مفاهمتنيش كده هو ايه اللي مفاهمتكيش كده هو انا بتعامل مع طفلة ولا مع صحفية ولا مع ايه بالزبط مفاهمتكيش ايه انت جاي تغزري يا استاذ عدل خليك مكاني معتز الكاشف ده مش واحد عادي يعني عنده علاقاته واتصالاته واتصالات تقيلها كمان وعلاقات كبيرة جدا تخيل بقى لما يكلمنا لا يهددني يبقى هيعمل فيا ايه انت ما كنتيش تعرف الكلام ده من الاول يعني ايه هروح في الرجلين بتورطني وتبعني بعد كده الموضوع مش كده يا رحاب اومل ازاي انت لازم تتصرفه بسرعة اكلمه اعتذر له اقول له اي حاجة المهم بعده عني انت عبيت عبيت مين بل اعتذر لمين انا كان اختيار ليكي غلط من الاول انت اللي هنفعله في صحابه او اولا في زفت بل عرف منور يا ناصر شفت الامل اللي اخوكي بقى فيها شفت ياري مي ما شوف ليه بس يا بالناصر وانت برضو هتكرار الخير لاخوكي علاني النعين يفوتوا عندي هول بس مش لهم بالخير ميش من العرب ما ترد ما تردش هلو ما اللي انت فيها دي كلها من المخدرات يا سيدي اي ناصر من مخدرات ليه يا سيدي انت الوحيد دون انا على الخنادي كلها اللي عارفت اخير انت انت لو انت شوفنا ابويا وحصرت قلب ونهيته والا ربنا عمل فيه ما حدش غنة يا ناصر ملوش عايزة الكلام دا دا الوال دي هت عايزك تسمعيني ولو سمعتين هتصدقيني أصدقك روح شوف حد يصدق كلامي لو الدنيا هي الحدتك في الطريقة وادرت عليك الدنيا ما امرتش علي الا النهار دا لما لايتك عايز في الحرام وما حتنلوا لنفسك طب انت عايزة انا اقولك ايه متقولش خلاص انا يا اخويا انا جاي عاجبك وانا اردك لو هي دي سكتك انت حر طلب ابعيد عني وعن اخوتي وعن ابنك للينا دعوة بقرشك ولن ازل يحيجي بوراك يبقى خلاص يا ناصر ربنا يهديك ويرجعك لنسانك غالي سلام يا ابن أبويا هم ووووووووو رم